موسيقى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ثمت جدل واسع حول التراث الديني الذي يشكل بالنسبة إلينا ينبوعا معرفيا إيماننا به ينطلق من كونه إطلالة أو تجليا أو انبثاقا إلهيا في زمن مخصوص ومكان محدد وبالالتفات إلى موضوعات وظروف ومتغيرات كانت في تلك المرحلة بمنزلة المادة التي انصب عليها هذا المنهج الذي عرف بالوحي ونحن في هذا الزمان وفي هذه الأماكن المتفرقة من الأرض ليس بين أيدينا وحي ينزل ولا شاهد مادي حسي على وحي كان قد تلقفه وهو يعمل على بيانه وشرحه وتوضيحه بالنسبة إلينا ما يدل على أن الإنسان المعاصر إما أن يلتفت بصورة كلية إلى ما تراكم من تجربة العقل البشري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والحياتي بصورة عامة عندئذ سوف يتلقف نتائج الأبحاث والدراسات ما كان نظريا منها أو ميدانيا وأعتقد أن المجتمع الغربي يميل إلى أن يأخذ بخلاصة التجارب وزبتها ومعطياتها بهدف أن يحدد مسيرته ومساره وكأن ما هو قائم أمامه إنما هو المنهج العلمي وربما يسير كثيرون من أبناء مجتمعاتنا وراء هذا المنهج العلمي مكتفين به بيد أن التراث وهو الذي يحمل كما ذكرت إطلالة الإله موقف الميتافيزيقة الرؤية التي تخرج عن دائرة العقل البشري لا بد من موقف وهذا الموقف يمثل العودة زمانيا إلى الوراء بل على مستوى الأحوال والظروف والمعطيات هو عودة إلى زمن تتغير كل هذه المعطيات فيه عما يوجد بين أيدينا من معطيات لذلك من الصعوبة بمحل أن نحيط بمجمل ما كان في دائرة ذلك النص وعندما أتحدث عن التراث الديني أضع المصة القرآنية والحديثة النبوية في رأس الهرم ومن ثم هناك دلائل ووثائق ومعطيات أخرى يمكن أن يستبين منها ما احتضنه النص القرآني أو ما حمله الحديث النبوي عندما نرجع سويا إلى الماضي فمعنى ذلك أن هناك مسوغا والمسوغ قائم على سياقين أحدهما أن يكون رجوعي إلى التراث نابعا من الخوف وضرورة أن أحقق المعذرية باعتبار أن هناك تكليفا نجز في حقي ولا بد لي من أن أحقق براءة الدمة فعودتي هي عودة الخائف وليست عودة المحتاج وبعبارة أخرى إن هذا الإنسان بما تمثل في ذهنه ومخيلته من خوف أخروي متافيزيقي غير مادي يلحقه في مستقبل وجوده خارج دائرة الجسد إن هذا هو الدافع الذي يجعله يرجع إلى تلك الرقعة المحدودة زمانا ومكانا وموضوعا من أجل أن يقرأ تجلي الإرادة القصدية الإلهية وأما السياق الآخر فهو سياق الحاجة بمعنى أن ابن المجتمع المعاصر يريد أن يرجع إلى تلك التجربة التي تجلى فيها الوحي الإلهي من أجل أن يستنير أو أن يستضيء أو أن يستلهم هذه التجارب في حياته المعاصرة وقلة هم الذين يسيرون على هذا النسق وخصوصا في مجتمعاتنا فنحن بصورة عامة نتمسك بهذا التراث الديني ليس لحاجتنا وافتقارنا إليه وإلا كثيرون هم الذين يسيرون عمليا وراء معطيات التجربة وخاميرة العقل البشري إلا أن العودة إلى الماضي إنما هي نابعة في الأساس من هذا الخوف الذي يدفعنا إلى أن نحقق المعذرية وبراءة الدمة وهنا لا بد من أن نشير إلى قضية أساسية من يدعن لهذا الموقف الذي رجحته عمليا بحكم معرفة بأبناء المجتمع الإسلامي إنما هو قائم على أخذ التكاليف الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل القضية الحقيقية وليس على سبيل القضية الخارجية والمقصود بذلك أن هذه الأحكام التي جاء بها النبي من أجل هداية البشر إما أن تقرأ على أساس أن المستهدف منها إنما هو التطبيق الخارجي في الزمان والمكان المحددين الذين نزل فيهما النص وإما أن تفهم هذه التشريعات على أساس أنها مطلقة تخرج عن دائرة الزمان والمكان من فهم النص القرآنية والحديث النبوية وما جاء فيهما من التعاليم والتشريعات والوصايا على أساس أنها منتفتة إلى الواقع الذي تخاطبه أي على سبيل القضية الخارجية يعد نفسه متملصا متخلصا من كل تلك الأحكام التي جاء بها النبي وأما من قرأ هذه التعاليم على نحو القضية الحقيقية فقد رأى في هذه الأحكام أمرا يا عم الجميع في الزمان والمكان بل وهو حاكم على شتى الموضوعات ولكنني إذا أخذت بما هو الأصعب في هذه المعادلة أقصد إذا قلت لا بد من التراث ليس فقط من أجل تحقيق المنجزية والمعذرية وبراءة الدمة وأيضا إذا أخذت بها على أساس أنها على سبيل القضية الحقيقية عندئذ سيكون رجوع إلى التراث أمرا محاطا بالدقة بعبارة أخرى كيف لي أن أعرف ماذا يريد الله ونحن نعرف أن القرآن والحديث النبوي نبعا من فم واحد بمعنى أن فم النبي هو الذي قدم إلينا القرآن كما أن فمه هو الذي قدم إلينا الحديث والتمييز بينهما إما بالاستناد إلى بعد إعجازي يناقش وإما بالاستناد إلى بيان النبي نفسه أن هذا الكلام إنما هو إلهي بينما الكلام الآخر هو من السياقات التي قمت ببيان المقصد من خلالها وهنا قبل أن أصل إلى بيت القصيد ألفت إلى أن هذا الكلام الذي نبع من فم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلقنا عليه مصطلح القرآن بعيداً عما يقع في دائرة الحديث النبوي فنحن أمام إشكالية لابد من معالجتها هل هذا الكلام الذي نطق به النبي محمد هو من صياغته وتأليفه أم هو إلهي المصدري تارة نقول الكلام والمعنى بشريان هما من محمد ومعنى ذلك أن هناك إنكاراً للنبوة وتارة أخرى نقول إن اللفظة والمعنى إلهية وهذا هو ما يتبناه عموم المسلمين وإما أن نقول إن هذا الكلام إنما هو بشري كألفاظ وأما المعاني فإلهية وليس ثمة من يذهب إلى أن الألفاظ إلهية بينما المعاني بشرية من النبي فلابد من أن نناقش في مقولتين إحداهما أن يكون اللفظ من النبي وأن يكون المعنى إلهياً بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الوحي كمعاني وهو الذي صاغ الألفاظ بحكم ثقافته اللغوية فالألفاظ منه والمعاني من الله وإما أن نقول إن الألفاظ والمعاني من الله وهنا سنسأل هل سمعها محمد أم قرأها كيف تلقاها هل هي أصوات ونحن نعرف أن اللفظ إنما هو صوت ولا بد لهذا الصوت من أن يحاك أو أن يصاغ في حنجرة وفم وأن يسمع بأذن فهل تلقاه النبي من خلال صيوانه وأذنه أم هو من تلك المعاني التي تنقضح في النفس داخلياً من غير أن يسمعها الإنسان بالضرورة ألا يمكن لكم أن تتصوروا في أذهانكم جملة محددة من غير أن تكون مسموعة من الخارج النقاش في هذا الأمر طويل وقد سبق أن توقفنا عنده إلا أنه إذا تبنيت أن اللفظ من النبي ومن مخزونه اللغوي والمعاني إنما هي إلهية عندئذ ستكون لي وقفة مع الألفاظ ومع ما تدل عليه عندئذ سيكون النقاش في العلاقة بين اللفظ الإلهي المطلقي واللفظ النبوي المحدود بين المعاني الإلهية المطلقة والمعاني النبوية المحدودة فإذا كان المعنى من الله بينما الألفاظ من النبي وهل يتسع لللفظ أن يجتمل على المقاصد الإلهية وهذا اللفظ هو من صنيعة البشر ومهما أردت أن آتي بالألفاظ التي حاكها البشر ستكون هذه الألفاظ بمنزلة ما هو محدود متخيل فكيف يمكن للإله أن يضع هذه المعاني المطلقة في ذهن محمد من أجل أن يصوخها في ألفاظه وإذا ما تبنيت أن النص القرآني إنما هو إلهي المصدر بلفظه ومعناه فبالرغم من النقاش الذي سيتم بالنسبة إلى هذه المسألة إلا أن ما يمكن أن أقوله بصورة موضوعية مادية طبيعية هو أن هذا القرآن سمعه الإنسان لأول مرة من فم محمد وليس من ملاك أو من الطبيعة أو من الإله مباشرة ومن يتلقى هذا الوحي أو هذا القرآن هو الذي شنف أذنيه من أجل أن يتلقف هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما يكون البعض ممن اختلفوا في القراءات سمعوا بصورة واحدة إلا أن ظروفا فموية ترتبط بهم هي التي دفعتهم إلى أن يغيروا أو يبدلوا فإن من هو مستقيم الأسنان ليس كمن أصيب في بعضها ومن هو صغير في العمر ليس كمن هو كبير ومن لديه خبرة لغوية ليست كمن ليست لديه هذه الخبرة مهما يكون إن النقاش يبدأ من القرآن بعد التسليم بكل الخلفيات عقديا عندما نبع هذا القرآن من فم النبي السؤال الذي لا بد من أن نسأله بادي الأمر هل هو نفسه هذا الكلام الذي يوجد بين أيدينا قبل أن أصل إلى الحديث وقبل أن نغوص في التقنيات التي اعتمدها علماؤنا في علم رجال الحديث ودرايته لا بد من أن نمهد لهذا الأمر أنت تريد أن تتعرف على إرادة الله ومقصده ونصه فما هو طريقك إلى ذلك السماع والسماع عنوان كبير أقله أن نسأل أين القرآن هنا نتداول جميعا فكرة مقتباها أن القرآن نقل إلينا بالتواتر والتواتر يفيد الإطمئنان أو العلم إلى حد بعيد بصحة هذا المضمون بمعنى أن الله هو الذي أنزل هذا الكتاب على نبيه وعندما نطق به النبي وصل إلينا بوسائق مختلفة لم يلحظ فيها الخلاف ولا الاختلاف ولا الجدل وبناء على ذلك سجلت محاولات التحريف عبر الزمان فلا بد من أن نطمئن إلى صحة ما جاء في القرآن بيد أن هذا الكلام إنما هو محل جدل لا سيما بين المستشرقين الذين أشاروا مثلا كما قال نالين إلى نقص في سورة الإسرائيل والبعض ناقش قضية التحريف إلى أبعد الحجود فكيف يمكن أن تعالج المسألة إذا أردنا أن نعتمد على الرواية والسماع ربما ندخل في جدال يكون في بعض الأحيان مثمرا وفي بعض الأحيان عقيما بيد أن علم تحقيق المخطوط ربما يساعدنا كثيرا في هذا الإطار بمعنى بدلا من أن أتحدث عن نقل ما بين عصر وعصر آخر ما بين قرن وقرن آخر يمكن أن أعود إلى علم تحقيق المخطوط بهدف أن أتعرف على الآليات والتقنيات والأدوات التي من خلالها أتعرف على النصوص التي دونت في العصور القديمة ربما يناقش المستشرق في كون هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه القرآن الذي نزل على محمد أم لا ولكنه لا يناقش قضية كتاب الموت للفراعنة وهو كتاب يعود إلى ألف وخمس ماية سنة قبل الميلاد وصولاً وصولاً إلى ما يزيد على قرن ونصف من الزمان أي كان متداولاً حتى سنة خمسين قبل الميلاد وهذا ما وجدوه على البرد وهي الأوراق التي كانوا يتدولونها ويدفنونها مع موتاه ولا يشك هؤلاء المستشرقون في شريعة حامرابي فهي نقش موجود ويمكن العودة إليه بسهولة وبغض النظر عما جاء في ملحمة جلجامش ليس ثمة من ينازع في صحتها ويثق بما جاء منها ليس مضموناً وإنما على مستوى النقل الخارجي وأما القرآن الكريم فهم يناقشون فيه كثيراً وهنا إذا سألتكم ما هي النسخ الأولى التي توجد للنص القرآني وكيف هو اهتمامنا بها هنا يمكن أن نتحدث عن مصحف تشقند ومصحف صنعاء ومصحف المكتب الحسيني وسائر المصاحف التي قيل عنها أنها ترجع إلى زمان عثمان بن عفان والبعض يتحدث عن مئة سنة بعده أو عن خمسين سنة بعده وأركز على مخطوطة الصنعاء التي وجدت في صقف المسجد الكبير عندما عملوا تحقيقا عليها وجدوا أن هذه الجلود التي كتب عليها النص القرآني تعود إلى زمن قديم ربما رجح البعض أن تكون بمنزلة المخطوطة الأولى قبل أن يعثر على مخطوطة بريطانيا وقبل أن يجري النقاش فيما يرتبط بمخطوطة فرنسا روسيا وقبل أن يتم الحديث عن مجموعة من المخطوطات التي وجدت في منطقة تشقند أو بالأحرى وجدت في المتحف عندهم هذه المخطوطات تشكل مورد نقاش كبير لأن هناك اختلاف بين النص العثماني المتداول بين أيدينا والنص الذي وجد فيها وهي كما ذكرت موجودة على جلود كيف نعرف أن هذه الجلود تعود إلى الزمان المحدد هناك ما يعرف بالكربون 14 المشع والذي يوجد في كل الأجسام الحية لا سيما في جلود الحيوانات وفي الأخشاب وفي الأخشاب ويبقى هذا الكربون في حالة زيادة ونقيصة طالما الكائن في حالة من الارتذاء أو التنافس فمتى ما توقف ذلك عندئذ بدأ هذا الكربون ينقص قليلا فقليلا من خلاله يمكن أي من خلال هذا النقص في الكربون يمكن أن نعرف إلى حد كبير إلى أي عصر يرجع هذا الجلد هو جلد حيوان الذي كتب عليه النص أو الخشب إذا كان هذا الخشب قد أخذ من مكان كان فيه حيا وهذا أمر بدهي فلا بد إذن من أن يلحظ هذا الكربون 14 المشع وهو يرجع إلى حوالي خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثين عاما أن يحتاج إلى هذه المدة الطويلة من أجل أن يفرغ ما يدل على إمكانية أن نرجع إلى تحديد أعمار هذه المخطوطات ويبدو أن أقرب مخطوطة إذا أردنا أن نضع أيدينا عليها ربما يقع عندنا اختلاف يصل إلى خمسين سنة أي لا يمكن أن يأتي هذا الأمر بدقة ربما يزيد أو ينقص خمسين سنة فمخطوطة كوبنهاجين ربما تكون في سنة سبعين للهجرة وربما تكون أدنى من ذلك بقليل أو أبعد من ذلك بقليل إلا أنه يتوهم أنها الأولى أما مخطوطات صنع فاللافت فيها أنها هي التي أوجرت أمامنا الإشكال في القديم لأن سعر الجلود سيكون مرتفعا كان البعض يعمد إلى محو ما هو مكتوب على الجلد من أجل أن يكتبوا عليه مرة أخرى وهذا ما يجعلنا أمام إشكالية أن هذا النص المكتوب هو مكتوب للمرة الأولى أم للمرة الثانية ما يدل على أن هناك اختلافا في الزمان بالنسبة إلى هذا المخطوط ومخطوطات صمعاء قسم كبير منها هو ممحو وقد كتب عليه من جديد لذلك ذهبوا إلى التحقيق في عمر الحبري من أجل أن يعالج المشكلة وحتى الآن ليست لدينا أي تقنية حديثة يمكن بالاستناد إليها أن نحدد عمر هذه المخطوطة أما بالنسبة إلى الجلود والأخشاب وما شابه ذلك فقد تيسر أمره بالنسبة إلى الكربون أربعة عشر المشع وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى قراءة النص الذي كان مدونا على هذه الجلود قبل محوه لكتابة النص الجديد لأن الحبر في الماضي لم يكن بالإمكان أن تمحى آثاره بالكامل بل لا بد من أن يبقى أثر ولو كان بسيطا عليها وعندما قرئت بعد جهد مبن وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة وجد اختلاف بسيط بين النص الذي كان مدونا وتم محوه وبين النص العثماني الآخر وأنتم تعرفون أن عثمان بن عفان أمر بحرق كل المصاحف التي كانت متداولة قبل أن يوحد هذه المصاحف فيما عمد إليه لذلك من الصعوبة أن نجد مخطوطة ترجع إلى ما قبل هذه المرحلة ونحن بأمس الحاجة إليها من أجل أن نقفل الباب أمام المستشرقين الذين يشككون بصحة النص الذي يوجد بين أيدينا ويحاولون مقارنته بما كان في عصر الرسالة مهما يكون النقاش في قضية القرآن نقاش مفيد ومهم ولكنني لا أستطيع أن أغل فيه كثيرا لأن مقصدنا إنما هو الحديث عن علمي الرجال والدراية كما ذكرنا سابقا بقي أن أشير إلى الحديث إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى القرآن فما هو الأمر بالنسبة إلى الحديث قضية الحديث قضية طويلة سنقدمها في كل أسبوع لمدة ساعة تقريبا الهدف الأساسي أن نتعرف على التقنيات التي اعتمدها علماؤنا من أجل تمييز صحيح الحديث من ضعيفه وما هي التقنيات الحديثة التي يمكن أن يستفاد منها في هذا المجال وهنا أذكر قضية وهي أنه إذا قال النبي رواية أو قال الإمام رواية ليس نقاشنا الآن في مضمون هذه الرواية ولا فيما يمكن أن يستظهر منها إنما نقاشنا هو في وصولها إلينا ليس أكثر ومن ثم نحكم على المضمون ونناقشه ونرى هل نستفيد منه أم لا يفيدون في خصوص هذه المسألة التي نستدل عليها علماؤنا فقهاؤنا جميعهم عندما أصدروا فتواهم استندوا إلى روايات وأحاديث هي التي أصلت لكل ما وصلوا إليه وهذه الأحاديث اعتمجوا على معايير من أجل القول هي ضعيفة أم صحيحة فما هي هذه الأدوات التي عولوا عليها تارة نتحدث عن الإمام وتارة أتحدث عنك أنت تريد أن تقرأ نصا قاله الإمام أو قاله النبي وبينك وبين النبي زمان طويل بينك وبين الإمام زمان طويل فما هو السبيل إلى ذلك ربما تجدون أن عددا من فقهائنا يرجعون إلى وسائل الشيعة للحر العاملي وهو موسوعة في قضايا فقهية متنوعة أخذت من الكتب الأربعة وهي الكافي والإصفصار والتهديب ومن لا يحضره الفقيه أي للكليني والصدوق والتوصي تشكل هذه الكتب الأربعة ما بقي إلى حد ما من الأصول الأربعماية ونقصد بالأصول الأربعماية تلك الكتب التي ألفها أصحاب أصحاب الأئمة وأتابعون لهم والسائرون على خطهم ممن كانوا يسمعون ويدونون من أمثال زرارة بن أعيون ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وعلي بن مهزيار وسواهم من هؤلاء الرواد الذين ألفوا رسالات أو كتبا صغيرة حول الطهارة والصلاة والصوم والحج وغير ذلك فضلا عن قضايا عقدية ترتبط بالاعتقاد بالنسبة إلى هذه الأصول الأربعمائية ضاعت ولم تتحصل بين أيدينا بكاملها وما يوجد في الكتب الأربعة التي تؤسس لوسائل الشيعة إنما هو كمية محدودة لا تصل إلى النصف وهناك كتاب فيه جزء لا بأس به من هذه الأصول الأربعمائية يسمى مدينة العلم وهو كتاب مفقود لا يوجد بين أيدينا ولو وجده أحد المحققين للمخطوطات وأثبت أنه لصاحبه لتغيرت معالم الفقه وانقلبت رأسا على عقب لأن الفقهاء يستظهرون فتواهم مما يوجد بين أيديهم من روايات في هذه الكتب الأربعة فإذا ما زادت هذه الكتب وأصبحت خمسة بوجود مدينة العلم عندئذ سيعيدون النظر في الكثير من هذه النصوص التي أفتو بها ولكن القضية الآن تستند بصورة أساسية على المستوى الفقهي على هذه الكتب الأربعة وهناك كتب أخرى لا بد من أن نناقش فيها لاحقا أيضا ولكن نقاشنا تارة يكون بين الإمام وصاحب هذا الكتاب عندئذ لا بد من أن نرجع إلى علم الحديث بشقيه أقصد علم الرجال وعلم الدراية وتارة أخرى أتحدث عن هذا الكتاب الذي ألفه الكليني أو الطوصي أو الصدوق وعني في هذا الزمان فهل الكتاب الذي يوجد بين يدي هو نفسه الكتاب الذي كان موجودا بين يدي الطوصي أو بين يدي الصدوق أو بين يدي الكليني هذه المسألة تحتاج إلى علم هو علم تحقيق المخطوطات لابد من أن يكون هذا النص أي أن يكون الكافي أو الإصبصاء أو التهذيب أو الفقيه مخطوطا بين يدي فإذا ما حدث جدل أو نقاش أو شك نرجع إلى هذا الكتاب هل تعلمون أن الصحاح الست عند السنة هي مورد جدل ونقاش أيضا على هذا المستوى نفسه وهم يستندون إلى علم التعديل والتجريح من أجل البت في هذه القضايا مع العلم بأن سياق الحديث عند السنة مختلف تماما عن سياق الحديث عند الشيعة فما هو موجود في الصحاح الست إنما هو خصوص ما روي عن النبي وأما ما هو موجود في الكتب الأربع فهو ما نقل عن الأئمة عليه السلام سواء أخذ من النبي أو هو شرح وبيان لما أخذ من النبي أو للقرآن ومعالجة لموضوعات في عصورهم إذا كانت المسألة هكذا سأعطي مثالا من خلاله تتضح القضية هناك مقتل أبي مخنف هو مصرع الحسين عليه السلام هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هل هو نفسه الكتاب الذي ألفه أبو مخنف هذه القضية عملنا على التحقيق فيها وتبين أن هذا الكتاب ليست له مخطوطة يمكن أن نرجع إليها فكيف يمكن أن أخذ بكتاب طبع في مطبعة لا أعرف هويتها ولا غايتها ولا بعدها كيف يمكن لي أن أخذ بهذا الكتاب وأن أتحدث انطلاقا منه أو أن أعتمد عليه أو أن أؤلف كتابا بالاستناد إلى ما جاء فيه هذا الأمر معضلة ليس الأمر كذلك بل أريد أم أطمئن هل هذا الكتاب فيه شيء من أبي مخنف أولا المخطوطة ليست موجودة تقنيات تحطيق المخطوطة غير مطبقة عليه لا أريد أن أقف عند هذه المسألة رجعت إلى أبي جعفر الطبري وهو مؤرخ استند في نقله لمقتل الحسين عليه السلام إلى مقتل أبي مخنف أي لا بد من أن يكون الكتاب بين يدي أبي جعفر الطبري من أجل أن يكتب بالاستناد إليه متداول بين أيدينا بغض النظر هل هذا هو الكتاب الصحيح أم ذاك وعندما أرجع إلى هذا الكتاب ولا أجد مخطوطة بخط صاحبها أو من نقلها عن صاحبها أو من ذيّنها أو أشار إليها أو أسندها أو كتبها أو اقتناها من العلماء عندئذ لا يمكن لي أن أطمئن إلى هذه المسألة هذا النقد هو الذي يجعل هذا النص في مورد جدل ونقاش وعدم قبول وهذه ليست مسألة عادية ألا تعرفون أن الفاربي وهو أحد الفلاسفة العرب والمسلمين ألف كتاباً اسمه الجمع بين رأيي الحكيمين أفلطان وأرست ومن الغريب أن نجمع بين رأيي هذين الفيلسوفين المتباعدين في فكريهما الحقيقة أن هذا الإنسان وصل إليه كتاب اسمه أثولوجيا ضنه أو نسب خطأاً لأرستو وهو في الواقع لأفلطين مؤسس مدرسة الإسكندرية وأفلطين نفسه الفلسفي يسير على نسق أفلطان نفسه فليس ثمة اختلاف بين النسقين أما أرست فهو لا ينتمي إلى هذا الفكر البتة بل لا ينسجب كتاب أثولوجيا مع فكر أرست وبالرغم من ذلك ضمن الفربي أنه يجمع بين رأيي الحكيمين أفلطان وأرست في الوقت الذي يجمع فيه بين رأيي أفلطان وأفلطين هذا لون من الأخطاء التي تقع تارتاً في التحقيق وتارتاً أخرى في نسبة الكتاب إلى صاحبه وكم من كتاب نسب إلى غير صاحبه فإذاً ما بين الإمام إلى صاحب الكتاب نحتاج إلى علمين أحدهما علم الرجال والآخر علم الدراية ومن صاحب الكتاب إلينا نحتاج إلى المخطوط الذي كتب بخط هذا المصنف أو بخط تلميذه أو من أملى عليه أو بخط أي مدون ثم قرأه ووقع عليه صاحب هذا الكتاب أو كتبه أحد العلماء ممن نقلوا هذا النص عن صاحبه أي عن مصنفه ونحن نعرف أنه في تلك الفترة كان عندنا الوراقون ممن يرتزقون بنقل الكتاب وإذا أردت أن تتعلم في كتاب لا بد لك من أن تنسخه بخطك والوراقون كانوا يكفونك شر أو مؤونة هذا الجهد فكانوا ينسخونه عنك في مقابل المال أما المطبعة فهي قريبة العهد لم نعرفها إلا بعد حملة نابليون بونابارد إلى مصر في سنة 1798 فصاعداً بل من 150 سنة بدأت عمليات التحقيق والنظر في الموروث وفي الكتب القديمة وما وقع فيها من نقاش بالإضافة إلى أن هناك كماً كبيراً من هذه المخطوطات لم يحقق بعد من أجل أن يتم تداوله فإذاً علم تحقيق المخطوطات لا بد منه ابتداء من صاحب هذه الموسوعة التي سنستند إليها إلى زماننا وأما ما بين المعصوم وصولاً إلى صاحب الكتاب أي ما بين النبي والإمام من ناحيتهم وبين الكلين والتوصي والصدوقي وغيرهم لا بد من هذين العلمين أما علم الرجال فإسمه فيه جندرة كما تلاحظون لأن هناك مجموعة من الراويات هنا إناث أي الرواة ليس رجالاً بكليتهم نعم القسم الأكبر منهم هو من الرجال وقسم قليل هو من النساء لذلك سمي هذا العلم بعلم الرجال من باب التسمية بالغالب ليس أكثر وهو العلم الذي يهتم بدراسة أحوال رواة الحديث ذاتاً ووصفاً ذاتاً ووصفاً كأنني أشير من خلالي المصطلح ذاتاً إلى ما يرتبط بأسمائهم بأسمائهم وكناهم وألقابهم وأسماء آبائهم ومن رو عنه طبعاً لا يهمني أكثر من ذلك لأنه في بعض الأحيان يريد راوي واحد بإسمين وفي بعض الأحيان بكنيتين وفي بعض الأحيان أرى راوياً واحداً ذكر في عدد من الروايات تارةً بكنيته وأخرى بلقبه وثالثة بإسمه إذن كيف يمكن أن أميزه وأن أتعرف عليه في بعض الأحيان أجد أن هناك قفزاً في الطبقة دون أن أتحدث عن فلان بن فلان قرأتها عن فلان عن فلان أي كلمة عن وكلمة بين ربما يقع بينهما التصحيف فهناك رواية سنأتي على ذكرها فيما بعد إذا قلنا بن عندئذ الحديث غير صحيح أسنع إذا قلنا عن الحديث صحيح السماء لماذا؟ لأنه إذا قلنا بن أصبح هذا الراوي مجهولاً وهناك طبقة أي هناك شخص ينبغي أن يكون بينه وبين من روى عنه أي هناك فترة زمانية ساقطة لا بد من أن نلتفت إليها إذن إذا قلنا عن فلان عن فلان هنا لا بد من أن نتعرف على فلان الأول وأن نتعرف على فلان الثاني ردمت هذه الهوة ولم تعد عندنا طبقة محذوفة وأصبح الحديث متصلاً بدقة إذن لا بد من أن نلتفت إلى أحوال رواة الحديث ذاتاً ووصفاً الوصف الذي يهمنا ليس في هيئتهم ولا فيما قام به كما نذكر في التراجم ففي التراجم العمل يشبه ما يوجد في علم الرجال ولكننا في علم الرجال نتحدث عن الأمور التي تهمنا من أجل أن نحكم على هذا الإنسان بأنه ثقة أو غير ثقة وقضية خبر الثقة سيأتي الحديث عنها وكيف نحرز أن هذا ثقة بينما الآخر ليس ثقة إذن الثقة لا بد من أن نتعرف عليه ومن أجل أن نتعرف عليه لا بد من أن نبحث في صفاته التي تفيدنا بهذا المدلوم وأما بقية الأمور ماذا صنع من حروب ماذا قام من منجزات ماذا أبدع وصنع كل هذه الأمور تهم من يشتغل بعلم التراجم وليس من يشتغل بعلم الرجال إذن عندما نأتي إلى الحديث ونقرأه محمد بن يعقوب وهو الكليم عن فلان بن فلان عن فلان عن فلان وصولا إلى الإمام علم الرجال يبحث في كل فرد من هؤلاء بشكل جزئي من أجل أن يحكم عليه بأنه ثقة أم ليس بثقة ويبقى السؤال كيف نعرف أنه ثقة أو ليس ثقة وهل ينبغي أن نحفظ الجميع ما هو المعول عندنا إذا أراد أحدكم وهذا ما سوف تقومون به إن شاء الله بعد إنجاز هذه المحاضرات لا بد من أن تأتي إلى الكتاب تفتحه هنا تبحث في كل فردين ولا بد من أن تعرف كيف توثق هذا الفرد أو تقول بأنه ليس لثقة أو هو مجهول أو هو غير معروف كل هذه القضايا لها علاقة بهذا الأمر ولماذا نقوم بهذه العملية؟ أليست لدينا طريقة أخرى؟ وأما علم الدراية فهو يهتم بأمرين أحدهما سند الحديث عندما أتحدث عن السند فأنا أتحدث عن سلسلة الرواة التي ذكرت قبل أن أذكر الحديث وعندما أذكر الحديث فأنا أتحدث عن متنه المتن هو النص الذي نرجع إليه وأما السند فهو الرواة الذين نقلوا إلينا هذا النص هؤلاء الرواة الذين نقلوا إلينا هذا النص كل واحد منهم عندما ندرسه على حدة وبشكل تفصيلي معولنا ومستندنا هو علم الرجال وأما علم الدراية فهو يهتم بالأمرين معا يهتم بالسند ولكن ليس بلحاظ كل رجل على حدة بل بالسند في إطاره المجموعين أي ننظر في السند نظرة كلية وليست نظرة جزئية أي لا يهمني أن أبحث عن ابن أبي عمير أو عن البزنطي أو فلان لا يهمني أن أبحث عن كل واحدين بل أنظر إلى هؤلاء جميعا فأحكم على هذا السند هو متصل هو مرفوع هو وأرجع إلى أي مصطلح من المصطلحات التي سنتعرف عليها في علم الدراية ألا توجد عندنا مراسيل وكثيرة هي الكتب التي بين أيديكم مليئة بالمراسيل أي ليس فيها رواة ونحن نعرف أننا أمرنا سواء من خلال سيرة العقلاء أو من خلال النص القرآني أنه لا بد من أن نأخذ بخبر الثقة أين الثقة إذن؟ ليس عندنا سند من أجل أن نحكم على هؤلاء هل هم ثقات أم لا وإذا وقفنا أمام الله هل نحن معذورون؟ طبعا لأنه قال لنا خذ بخبر الثقة وهنا ليس عندنا ثقة من أجل أن نعوّل عليه إذن عندما أنظر إلى السند بوجه عام هو مرسل هو مسند هو مرفوع هو مضمر هنا أرجع إلى علم الدراية وأيضا عندما أنظر إلى نص الرواية نفسها بغض النظر عن السند ألتفت إلى نص الرواية نفسها أقرأها أتعمق فيها أفهمها أرى الدلالات التي جاءت فيها فهذا من وظائف علم الدراية فقط وليس من وظائف علم الرجال في بعض الأحيان يكون هذا الحديث على المستوى السندي صحيحا في علم الرجال وفي علم الدراية أما مضمون هذا النص فهنا الخوف ألم تسمعوا بقول الرسول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فضربوا به عرض الحائط فهو يعطينا معيارا للحكم على النص بغض النظر عن السند فنحن في علم الدراية نهتم بالسند في إطاره المجموعي وبالنص ودلالته ومضمونه وأما في علم الرجال فنهتم بكل واحد من أفراد هذا السند هذا كله بالنسبة إلى هذين العلمين الذين سنعول عليهما بقي عندنا أمر آخر وهو كيف نربط ما بين صاحب الكتاب وعصرنا هنا سنتحدث لاحقا عن شيخوخة الإجازة ونتحدث عن عنوين أخرى ربما تفيدنا في هذا الموضوع إلا أن هذا الأمر إذا أردنا أن نحقق فيه الإطمئنان لابد من أن نرجع إلى علم تحقيق المخطوطات من أجل أن نطمئن إلى أن هذا الكتاب الذي كتبه هذا الإنسان نقلا عن الرواة الذين ذكرهم لابد من أن يكون هو نفسه بين أيدينا طبعا هذا المدخل يعطينا صورة أولية حول المنطلق الذي نود أن نغوص فيه على أمل أن نبدأ في الأسبوع القادم بالحديث عن خبر الثقة وإمكانية التعويل عليه وما هي أهمية علم الرجال أي هل نتمسك به أم نرفضه وفي الوقت ذاته ما هي التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة كيف نعرف أن هذا الراوي هو ثقة وهذا الراوي ليس بثقة الآن إذا سمعت منكم حديثا هذا الحديث كيف أحكم عليه بالإسناد إلى خلفية معرفية هذه التقنية هي التي سوف أضعها بين أيديكم إن شاء الله في هذه المحاضرات أكتفي بهذا المقدار وأترك لكم المجال للنقاش أولاً لازم نلتفت لقضية أن ما هو موجود على الأنترنت لا يمكن التعويل عليه البتة يعني أمرار يمكن شخص يصورك المخطوط ويحط لك يا على الأنترنت أنا في يفوت على هذا المخطوط املي منه شي صفحتين وأعمل من خلال الفوتوشوب وعالمها الواسع على تغيير بعض الكلمات وبعض المفردات لابد من أن يكون المخطوط نفسه اللي كتبوا صاحب المخطوط بين يدي من أجل أن أحكم وهو ما وجود اليوم في مجموعة كبيرة من قاعات المخطوطات في العالم صح أنه في قسم كبير بالمجتمع الغربي ولكن أيضاً في المجتمع الشرقي في مجموعة من هذه المخطوطات ويتسنى لأي واحد مننا أن يطلع عليه بس يطلع عليه ويتأكد منه بالفعل هو بيصوره ويتثبت منه حتى يكون متأكد من كل شيء أخده ثانياً نحن بنعرف أنه ليس كل ما سمعناه هو صحيح يعني بعبارة 2 إن شاء الله يكون في عنا 10% من الأحاديث المتداولة صحيح وتسعين بالمئة هي أمور ملفقة ومكتوبة ومدسوسة وهذا الكلام سنعرف أنه النبي محمد والأمي نبه منه كثير يعني أمران يأتي الإمام بإيقلك دسة فلان في كتب أبي كذا وكذا حديث وسيأتي الكلام عن هذه المواضيع هذه لاحقاً يعني الأمي والنبي نبهوا أنه ظاهرة الكذب يعني فيه أشخاص كانوا يتاجروا يعيشوا من وراء موضوع الأحاديث وفي جماعات يعملوا كانوا جلسات مثل مثل مثلاً أبناء دومارد وكذا كانوا يعملوا جلسات كبيرة والهدف الأساسي شو بتجيب أحاديث حتى تستفيد مادياً هذه الشغلة كتير خطيرة ودقيقة ومن جملة ذلك إذا سألتوني نهج البلاغة صح ولا لا إن شاء الله أنتوا بعد أن تحكموا كانوا صح ولا لا ولكن في قصم منهم هني مراسيل يعني فيه مجموعة روايات بقلبه ما فيه إلى سناد نعم عبد الزهراء الكعبي عمل كتاب اسمه أسانيد نهج البلاغة أكيد جيد الواحد يطلع عليه إذا كان هذا الموضوع يعني بمعنى أمر فضولي بالنسبة له الملاحظ أنه فيه مجموعة فعلاً مسندين لأنه البعض اتهم أنه لا هذا الكتاب كله مألفه الشريف الرضي لا مش مألفه مجمعه هو من مجموعة كتاب كانت متداولة في عصره منهم ما هو صحيح سند لا بد من التعويل عليه والتمسك به وهو قصم جيد وفي عنا قصم هو عبارة عن مرفوعات ومرسيل وحاديث ضعيفة لا يمكن اعتماد عليها لذلك بس نجيب رواية من هذا القبيل لا بد من أن نناقش فيها سندا ثالثاً إذا رجعنا إلى مضمون الحديث وما يدل عليه المضمون الروائي بحف ذاته هذا كمان له تقنياته يعني له الأدوات والتقنيات التي يتم نقدة بالإستنار إليه وإن كان الحديث متداول يعرض على الكتاب والسنة هذه واحدة من القضايا في مرجحات أخرى سيأتي الحديث عنها لاحقاً لكننا بشكل عام من الضرورة أنه ببعض الأحيان ناخد بعين الاعتبار أنه يمكن أن يكون متوافرة ببندينا كل المعطيين يعني ليس ضروري أن تحفظوا أنتم هلأ كل الرجال يعني قطار يعني إذا تشوفوا أنتم الأصول الأربعة أو الخمسة الرجالية وهي شو؟ الكشي، رجال كشي، رجال النجاشي، فهرست الشيخ الطوصي، رجال الطوصي، رجال البرقي طبعاً لا يوجد شيء بالدرجة الثانية مثل رجال ابن الغبائري ما شيخات كذا يوجد هذه الأشياء لا يوجد أن تحفظوها كلها لكن بكفي أنتم تكونوا عارفين أنه ببنديكم الأدوات بأي لحظة من الأحظة استضمت بحديث سواء من أجل نقاش بروي فقهي أو رواي عقائدي أو نواي تفسري عند إذن ترجع إلى هذه الأصول من أجل البد فيها بكافي تملك هذه التقنية يعني أكتريت الناس إذا تنقل ترجع لشيء من علم الدراية هو المضمون ويشوف أدى الشيء المضمون منسجم أو غير منسجم منسى أنه أمرار المضمون فيك تأولوا تأويلات هرمونيطقية يعني المص القرآني خليل نحكي بشكل أساسي وسبق وعملت مجموعة محاضرات ذكرت فيها أنه أبرها أبرها المعروف في صخرتين مقش عليهما أنه قام بغزو على الجزيرة العربي على قبيلة معد أو ذكر أو كذا ورجع منتصرا أي فيها الآن صخرتين بأكدوا أنه أبرها عمل غزوتين على الجزيرة العربي ورجع فيهما منتصرا وآخر شيك مات بشكل طبيعي ووارفه ابناه من بعده السؤال أنه في طرده أنه هاي الأشياء كانت صحيحة عند إذن ما فينا نذهب إلى التأويل التأويل الهرمونيطقي بعالج هذه القضية يمكن تكون الحملة التالتي صار فيها القضية مش الأولى ولا التاني اللي خلل فيهما انتصاراته ويمكن تكون القضية إلى بعد تأويل آخر يعني نقرأ القضية بطريقة غير ما قرأها بعض المفسرين بمرحلة من المراحل لكن المهم أن لا تخالف النص القرآني النص القرآني بمنطوقه بظاهره بمعطياته بدك تحرص أنت على عدم التناقض على عدم أن أسترطه إذا صح التعبير يعني أكيد دائما أنا لم أغلط بالفهم بدي حاول صحح فهمي أكيد الفقهاء أو المفسرون أو العلماء الذين سبقونا لأنني أكيد أسدتنا وعلمونا حتى وصلنا لهم أكيد يمكن يكونوا غلطانين ويمكن لا نحن نكون غلطانين بالمستقبل يأتي من هو يرشد له الأضياء فالقرآن يبقى النص الأكثر نقاوة ونقاشنا نحن هو خارج هذه الدائرة أولا إذا رجعنا نحن إلى كتب المسيحيين واليهود يعني رجعنا إلى الأناجيل أو رجعنا إلى التوراة أو رجعنا إلى التلموذ نحن مضطرين كمان نرجع إلى المخطوطات وإلا من قلهم أنتوا أصلاً حرفتوا وغيرتوا وبدلتوا فأين المخطوط الذي يثبت صحة ما جئتم به نعم أنتوا كلكم تسمعوا شيء اسمه مخطوطات قمران مخطوطات قمران هي عبارة عن لفائف وجدت في الأردن وين؟ بمنطقة اسمها قمران حد البحر الميت هي كهوف هذه الكهوف بينما كان الرعاة عم يترددوا عليها فاتوا على بعض لقوا جرار أهمها الجرار لقوا فيها لفائف هذه اللفائف لفتت له النظر بعوها قصم منه اشترته أمريكا وقصم كبير منه اشتروه اليهود وهي موجودة وجزء بسيط منه موجود في الأردن بالمتحف هذه اللفائف ترجع إلى سنة 200 بعد الميلاد شو فيها فيها نصوص من التوراة نصوص من العهد القديم هذه النصوص قورنت مع النصوص الموجودة اليوم طلع أنه في تطابق الاختلاف بسيط ليس اختلاف كبير هذه المسألة اعتبروها قضية كبيرة أنه يدعموا فيها موقفهم أنه لا يوجد تحريف أو لعب أقل شيء بين هذه الفترة وفترتنا اليوم يبقى نسأل بين تلك الفترة والفترة التي جاء بهدها هنا النقاش إذا وجدوا مخطوطات بتغطي هذا الموضوع عند إذن يفحموننا مع العلم أن المسيحيون لا يقولوا هذا الإنجيل هو من عند الله يقولوا الإنجيل يعني البشارة وهؤلاء لوقة ومتة ومرقصوا يوحنى لما كتبوا الأناجيل يكتبوا سيرة المسيح وما جاء معه وما مر معه هيد البشارة بحب ذاتها بينما الفهم الموجود عننا نحن كمسلمين أنه لا هو كتاب الله أنزلوا على عيسى وهم يحرفوا واشتغلوا فيه يعني بس باب تجي تناقش واحد نصراني تقول له ليك وقف عند حدك أنتو حرفتوا الإنجيل أو التوراة بيجي بيقول لك من بيقول لك أنه أنا بقول أنه هذا من عند الله حتى يتحرف أمو يتحرف أنا عم بيعترف لك وقال لك أنه هذا من لوقة ومن يوحنى ومن مرقص ومن متة من ومن الله هؤلاء شو سجلوا فيه نسب المسيح وشوية أضايا مما صنعه وفعله إلى أن صلبه بحسب رأيهم يعني هني عم يحاول يبينه لأضيب هذا الشكل نحن مضطرين ببعض الأحيان نحكي مع الآخر بعقله وبلغته اللي عم تحكيه جدا دقيق بس هو موقفنا نحن كمسلمين نحن منقول أنه هي الألواح التي نزلت على موسى والتي ألقاها نحن منؤمن أنه هو الإنجيل الذي نزل على عيسى بس هني ما شايفين الأضيي هاي هأعطي مثل تاني تتضح الأضيي العزير بن الله العزير بن الله هاي الأضيي منين القرآن الكريم هل اليهود في حدا منهم اليوم تعرفوا الفرسيين والقرائين والأسيوي والمسنويين هل حدا منهم لهيدول بيقول إنه هيدا الكتاب أو بالأحراب يوصل لمرحلة يقول أنه في شيء اسمه عزير بالتاريخ هو ابن الله فإذا شو هل القرآن عم بيكذب هل القرآن غير صحيح بل القرآن صحيح كيف منعالجه نحن منعالجه أنه في فئة من اليهود الذين كانوا في الجزيرة العربية كانوا يقولون العزير ربن الله بس هن اليوم ما بيقولوا هيد وما في حدا منهم بيقول هيد طيب إذا رجعنا للتوراة التوراة بيقولنا من الذبيح هو إسماعيل ولا إسحاق بيقولنا إسحاق القرآن شو بيقول إسماعيل وإن كنت الأضيف يعني آش إذن على أي حال أنه في اختلافات هذه الاختلافات نحن منخذها لجنبنا لأن النص القرآني عنا مقدس وإذا نحن نؤمن بالمسيحية إذا نحن نؤمن باليهودية نحن نؤمن بموسى وبعيسى وبالإنجيل وبالتوراة فمن خلال القرآن يعني معنا ولا دليل على أن موسى عنده معزي أو عيسى عنده معزي أو عنده كتاب أو أي إشارة أخرى معنا دليل وأنا ما فيه أمم فيهن لولا القرآن لما العقل أو البرهان وصلني أنه أخذ بالقرآن هن أخذت بما هو موجود في النص القرآني من هالباب فأخذت أن القرآن ذكر التوراة والإنجيل وذكر موسى وعيسى وإلا لو رجعت إلى عقلي يمكن شكك أنا بيوجود شخص اسمه عيسى يمكن شكك بيوجود شخص اسمه موسى وخصوصا إذا رجعت لعلم الآثار وما ننسى أنه علم الآثار وعلم المخطوطات وغيرها هذه علوم حديثة مفيدة جدا بهذا إطار يعني المومياء اليوم الموجود في المتاحف المصرية تتعنخ آمون أو رعماسيس الثاني أو حسبوت وسيوهن هؤلاء كلهم موجودين بالمتاحف تشوفوا مثل ما هو تشوف قدش طوله قدش عرضه مأدن بشكل واضح قدامك طيب وكتبهم والأشياء اللي كانت بانديهم كلها موجودة آخر شي بهالبساطة هيدا تيجي من هو موسى ومن هو الفرعون الذي كان في عصر موسى إذا بتقرأ هيدا التاريخ منتلاحظ أنه في موسى أصلا إذا وين موسى وين محله يوسف أنتوا كلكم حضرته فيلم النبي يوسف أو مسلسل النبي يوسف هل هيدا المسلسل أكيد بيعطينا الصورة حلو بس جزء منه كبير خيال وين هو يوسف في مصر تكون تشوفوا بعلم الآثار شي منه واضح منه واضح منه بيّن بهالمعطيات نعم نحن إيماننا في مشتق ومنطلق من وجوده في القرآن بس لازم نبدل جهن أنه نثبت أنه القرآن هو معجزة إلهية نثبت أنه القرآن الكريم هو من عند الله وهيضا الموضوع بحثنا سابقا لما بحثنا ظاهرة المعجزة وظاهرة الوحي ولاحقا كمان أكيد يتأكد عليه بعد أكثر لذلك نحن نحتاج لعلم المخطوطات حتى نقلهم للمستشرقين وليس فقط للمستشرقين حتى للعرب والمسلمين أنه هذا القرآن الكريم لم يحرف كيف لم يحرف بيقوله أنه عبر التواتر بالشخص عم يشككه بقضية التواتر وعم يشككه بأنه جيد جدا هو تواتر يمكن يكون متواطئين ببعض الأمكين أو يمكن اختلاف شي معين حتى القرآن هل كان منقط هذه الشغلة تعرفوها أنتم تعرفوا أن القرآن اعتمد على الخط النبطي من الأنباط الذي كانوا به منطقة الأردن حاليا إذن الأنباط أخذوا منهم الحرف العربي ومن ثم أول حرف كان أول كتاب كانت الكتاب الحجازية كل القرآن من لا يوجد بالكتاب الحجازية أي بالخط الكوفي لا يوجد رجع لعصر النص لا يمكن وإذا وجدوا منقط إلا بعض الأشياء البسيطة لا يقبل لأنه لا يمكن منقط أين أنت نقطة القرآن لأول مرة بعصر عبد الماك بن مروان ليس قبل طيب كيف كان ينحط أولاً حطت الحركات ضمي كاسرة فتحة قبل أن ينحط جيم حق خاء يعني أمرار تقرأ كلمة مثل حجر حجزة جحر حجر نفس الشي النقاط صاروا يحطوا نقطة فوق الحرف يعني فتحة نقطة تحت الحرف يعني كاسرة نقطة قدام الحرف أو بين يدي الحرف يعني ضمي هكذا ضمي كاسرة فتحة حتى اللي عم يلحن أو اللي دخلوا على المجتمع العربي ما يخطو إن الله بريء من المشركين ورسوله شو رسوله هذه خطيرة يعني صار الله بريء من المشركين ومن رسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله أو ورسوله اتجاده ببش الحال رسوله ورسوله لكن يقول لي ورسوله عند إيدي صار بريء منهم حتى لا يقعوا بهذه الأخطاء ستوا اعتمدوا على شيء اسم النقاط بعد مدى قالوا لنا كمان عندنا أزمة ثانية ومن شر غاسق إذا وقب ولا ومن شر غاسف إذا وقب غاسق غاسف غاسم بنفس المعنى بس غاسق شيء وغاسف شيء كلفهم أي اللي نزلت إذن بمعنى ما كان فيه تنقيط نقطين ولا نقطة وحدي هنا حتى يصبح تمييز محطت نقطتين قاف نقطة وحدي فا جيم حا خا أكثر شيء جيم حا خا با تا فا وسواها صار في الإعجاب ولكن صار في عندهم أزمة إذا لم نحكي شيء كلمة فيها آخر شيء جيم أو خا ونحط نقطة كدليلة على الضم أو الكسر فصاروا يحطوا كل وحدي بلون إلى أن قالوا لأ خلينا نحط الضم بالشكل ما نعرفه والكسر أو الفتح بالشكل ما نعرفه واعتمدوا الإعجاب وقالوا ما حدا يمد إيدوا على القرآن لأنه إذا مديتوا إيدوا على القرآن يمكن يصرف في خربطة أو شيء من هذا النوع هذا تأذوا النص القرآني فما كان يتركوا النص القرآني كما هو لذلك صار في عندنا قراءات في عندنا قراءات متعددة ونقطة لأول مرة بعصر عبد الملك بن مروان نعم هي سبع قراءات وصارت عشرة وصارت تلتعاش ويمكن الآن عم تزيب كمان يعني دائما عم بيكون في عندنا أشياء جديدة وما ننسى أنه كل هذا هو مورد نئاش ومورد هو كنص قرآني كحرف قرآني يعني ما نسأل نحن عن الجلد عن الحبر عن نوع الخط عن الطريقة التي كتبت بها كل هذا حتى نثبت ونقل لهم أنتم اعتبرتوا أنه في جزء مثل عندما يأتي نلينه وقلت سهر ويأتي كثير أشخاص يأتي نلينه وقال في صورة الإسراء ناقصة مبيني ناقص أصلا أخذ بالمعنى قال في نواقص يعني فيه تحريف يعني فيه ناقص أقل شيء نحن نعرف أنه التحريف يعني زيادة أو ناقصة تحريف هذه المسألة قال لما نحن من لقي نص بيرجع إلى القرن الأول الهجري وبشكل أساسي إلى زمن الرسول أو حدا ممن كان معاصرا للرسول عندئذ نغلق أمامه الباب يعني هدفنا هو النقاش والحوار مع المستشرق ولا نحن كلنا أبناء المجتمع الإسلامي فنحن من أول دليل عنه وكذلك الأمر منكون متينين وأذكياء ودعاة إلى الله بالمجتمع الآخر لما المجتمع الآخر ناطر منك إجابات وما عم تقدم له إجابات تبريكم الموقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر